أهلاً مجدداً و ألف و مليون مبروك على الطريقة الجزائرية نحن عارفون بأن الجزائريين نسبة منهم تشجعنا و أحد الغالبية لا تشجعنا لا شيء مشكل عانينا ممكن مصرياً كثيراً ولكن لا يهمت شيء نحن نرى الجانب المملؤ من الكأس أن المجموعة التي تشجعنا أكثر من المجموعة التي تشجعنا يتوقع أن المنتخب أن يصل إلى هذه النتيجة لكي نرى في الكاردو فينال عطية الله لياميك و أحسن لعبين في هذه المرحلة و نرى أن المنتخب المغربي يفوز على البرتغال و يصل إلى نصف النهاية كأول دولة عربية و إفريقية تصل إلى هذا المستوى لم نكن نتظرها و لم نكن نحلم بها إذن غداً تسانف المقابلة النصف النهاية بمقابلة الأرجنتين و كرواتيا و نرجع إلى المقابلات المغرب بورتوغال إحصائية و كيف كان في هذا المد كما تتبعته كان مقابلة دفاعية و محضب بعد تسجيل هذا فركننا إلى الوراء و لم نسمح لبرتغال للتقدم إذن توقع اللاعبين في المقابلة بالنسبة للمغرب كانت هذه الشكلة كنا كنا نحاولون أن نخرج على طريق زياش و كذلك بوفال في أعلى الأطراف بينما في الدفاع كان حكيمي و عطية الله الذي كان يتقدمه بينما كان يبقى السايس و لياميق اللور و كان يتحرك في الملعب تقريباً كامل و بالمساعدة للرقم الخمستاش الذي يلعب في بلجيكا ساليم أملاح الذي لم نعطى مقابلة صراحة باقي ما وصلت إلى الطب الذي كانت أعطيت الله وصل الطب بطيره في هذا الكمبيت و لدينا الكمبيت و لدينا صراحة اللاعبين كامل يوصلوا لطبقهم من غير اللاعبين بعد تغييرات حاولنا نصدق الممرات على اللاعبين البرتغاليين كما ترى أعطينا جبران بانون و من اللاعبين الذين يدخلوا كامل و بخلال و من اللاعبين بخلال تموقع ذيه و كنا نريد أن نقتله الهجمات ب كنخاطق لو لا أن شديره سيخصر الخطة للرقم لأن كان يلعب في كنخاطق كان يريد أن يصد و يبقى يلعب في كنخاطق و لكن شديره للأسف خصر اللاعبات كاملة نرى تموقع لعبي البرتغال و كما ترى هجمت في نصف الملعب تقريبا الماتش كامل بقواعدنا بحكم أننا مركينا بكريد من الأول تقريبا مدافعين و كانوا مدافعين في الجهة البرتغال و هذا كان مقابلة كانت من طرف البرتغال مغريب يلعب كما نكونوا واضحين المغريب يلعب لم نكن لدينا في نصف نريد أن نستحوال القرار نقوم بسهولة و لكن سنكون لدينا تأثير و فكرنا في الماتش البرتغال 2018 سنقوم بإمكاننا البرتغال و لكننا نقوم بإمكاننا بحكم أن نريد أن نريد هذه البطولة تربح و لا تلعب اذا تريد أن تأخذ بطولة و تأخذ كامل و لا تأخذ و لكنك لا تريد أن تلعب يجب أن تلعب و يجب أن تلعب و لكن يجب أن تلعب و لكن يجب أن تلعب كانت معركة وسط الميدان و صراحة أننا نحن 30% في نفسنا نحن كنا نهجم بصفة قليلة على الأطراف بينما نوع جميع المحاولات و خاصة على الأطراف حاولوا من الوسط لأنهم تلعبوا من الجهات كاملة و لم يكنوا فعالين و الدليل هو من الجهات كاملة و نرى جميع المحاولات و أنه قد أول من الجهات و أخذنا لأنه كان موشتاز و 31 جواء فليكس و كلما يخرج العاب من الكنسيطرات و كلما يزيان المنتخب الخصم بعد ذلك سأتي بارة فرنانديز صراحة كانت قريبا بارة لكن كانت من فوق البارة كانت ممكن أن يعطيها أثناء غول راموس صراحة لا يزال كانت خائفة من راموس و خصان وجواء فليكس لا أسمحوا لي الضقيقة الرابعة السيلي كانت في هذه الدربة فرنانديز الذي تسفق البوتو حسنا لقد حاولوا لكن لم يكنوا فعالين كانت سكورة عند كريسانوس قريبا في دقيقة 91 و كانت رأسية بيبي بيبي ثم أشكدنا من 9 متسديدات على المرمى الخصم بيبي و لهاتف و كانت محضرة و كانت محضرة و كانت ذيات و كانت أخرجة و كانت ذيات و لم يكن من المنطقة و كانت نصيارة و الشباب و كانت أشكد fugفى من النهار بدرجة عند المنتخب بوفل كذلك وفي ندقيقة أعتقد منذ 42 كان الهدف من بعد عطيه طلاحة ولكن لم تكن الحمس تزيد يجعلك تضيع من بعد ستأتي فرصة الأول حيث هم ستترجمها والفرصة الحقيقية كان ممكن قتل بها المقابلة أعطاها فيد الحارس للأسف فيما يخص الإحصائيات وفي الوقت كانت مجددا في برتغال ومع المتعاقات وفي فرنسا مع البريطانيا أعطيتها وفي الاخير بحث فرنسا لكنها مجددا ومن المتعاقات لا يوجد معا البرتغال ومع المتعاقات لكنها كان ثلاثة كانت مجددا لذلك ومع المتعاقات ومن المتعاقات ومع المتعاقات ومن المتعاقات كانوا يقتلون هنا لأننا تسعود الكورنير من عند البرتغال يوجد زورج تقريبا متقاربين يفوت كلهم من ضغطة 15 خطاء ويقوموا بإخلاء الكاراتي في هذه المرحلة لا يهم الكاراتي ولكن أصدرت ضبنا من الأوراق الحمراء ويقوموا بشكل صحيح هي شيء أحفظ في النفس أن تأخذ كارتة الحمراء خاصة أننا نحتاج إلى اللعبة ويستطيع التعليقات على النصيري يبدو أنه حال أفضل لكنه لا يوجد أفضل بالنسبة لي أن التنمر على شكل كارتة لأننا نتعلم أن نصيري يعمل لأنني أرى أن نصيري على قامل أو أن نصيري في مبات التنمر فلعرفوا ما ترون وقد أرى أنه يتم تنمر وقد أعطى أن أطاق الأكل وقد أعطى أن نصيري أن نتعلم وقال لأنه لم تنمر لأنه سيد دار ماتشات سواعين من المتخبين ومن غير هذا الماتش هذا الشتير خرج علينا وصفي نعم نتمنى أنه يجب مع رسوف والأسف أنه يدرب بطاليانية وقتنا نمره عليه العربية لا يشاهدون ذلك عندما ينصي لك يعرف العربية ويقرأون لكي يقرأ ذلك ويقرأ ذلك شتيره مع ويقرأ ذلك ويقرأ ذلك ويقرأ ذلك ويقرأ ذلك بإمكانية الأخير يقرأ ذلك إنه قد يطلبها الماضي ثالثة ذلك وعندما أحدهم في قرار البرناندو كانوا مختلفين وعندما كنت أخد出來 بأيئا الأخير ويقرأتي كان هكذا والدنة السمية سمايا في الأخير ويقرأيها بالنسبة ليباس هم عندهم ليباس غيوسي احنا قضينا الكورة بسهولة للأسف الكواريد طوال متقاربين لعبنا بتقديلها بحال بحال العرضيات كانوا كانوا عندنا احنا اكثر ولكن هم لكان عندهم غيوسي يعني تمني العرضيات صحاح على 35 بالنسبة ليبغيب الكن احنا تفوق فد ليبغيب لان عدنا بوفل و بوفل صارها دار رماتش زوين بينما احنا الخطأ دينا هو ان نضيع الكواريد اقضينا 117 كورة بالنسبة ليدوية متقاربين 4240 و 41 كورة مثل الكواريد في السماء مغم بوغتي بحال بحال يعني كنا متعدلين في هذه احنا ديقاجين اكثر منهم خرجنا الكواريد من الدفاع لان كانت المقابلة افتجاه واحد و مقطع الكواريد كانت تسعى تسعى يعني كنا متعدلين ماذا نستهلو نتأهلو صراحة نستهلو لان كان الجرينتا والعالم الآن حاليا كيتفاعل معنا و متعاطف مع المغرب لانه يشوف فريق كما تعرفوا فريق لما كان نحس بهتا وحدا يوصل هذا المستوى و خلق مفاجأة و ديما في البطولات كان نحب الفرق اللي كتخلق المفاجأة كما كان بذكريات غانا في 2010 ترجع المنتخب الفرنسي الخطير الخطير من المنتخب اللي كتوفر على قيغو كتوفر لامبابي على ديمبالي غريزمان هدروباعي الى كان في النهارو تظنو ان الكواري سيكون ضغط علينا كثير من اللي كان في بورتغال الفينيسيون عندهم حسن من بورتغال و اسبانيا و الى كانوا في النهارو خصوصا عندك غيرو و مبابي كنت كنت تمنى انهم يأخذوا شيء صفرة و يأتيوا ولكن للأسف ماشي ماشي نظهرنا الخط الواسط عندهم شوية هش و الديفونس هي عندهم خاوية بامكاننا نتغلب عليهم الى كانوا مركزين و كان المنتخف نهارو ممكن اننا نحققوا نتيجة ايجابية ولكن يبقى الحسب و اشخاص غير جوال الدلالي كاملين نحن عدنا دي بلاي سيور و صراحة نتمنى اننا نكونوا حاضرين بالكاتبة كاملة لاننا نحتاج انهم قوصا مع فرنسا اللي لا تنسى وشربة طالعالم الفينيانتاش و نتمنى انه تكون نتيجة ايجابية فنحن نناه خطة التي تناولها خصا مع الضحة السايس و الضحة الضحة يا ميقبين انه تضع يطمئن في مكانه و كذلك أعطيت الله المفاجأة صراحة انا من من الناس التي تصدموا لكم و كنت كنت كتائغ فى في البداية البطولة لكن لم نرى لديك شخصيات يدخل بها وشخصياتها لا يوجد فرق صراحة لا يوجد فرق بين نصير مزرنوي وغير شخصيات في الويداد وشخصيات في باير ميونخ نتمنى أنه ينتقل دوري أوروبي ويزيد لديفلوبرس لأنه لاعب مستقبل صراحة وتحية له من هذا المنبار نحن نقوم بإستاتيستيات فرنسا مع الإنجليز صراحة الإنجليز كانت تهاجم أكثر كانت تدخل الضغط أكثر بحكم أن فرنسا مركز بكري كانت تدخل على فرنسا وقدرت أن تصدخل الضغط لأن تصدخل الكثافة الهجومية للإنجليز وليعبت بلايك لم تكن لعب مفتوح وكانت تدخلوا بلوكباف وكانت تدخل من المقابلة وأتلاحظوا بأن الإنجليز كانت تدخل معركة وسط الميدان بأمثية تقريبا 40% مع مقابل 31% ملعوبة عن دجاجة فرنسا وهذه النسبة تقريبا التي كانت تعدنا هنا مع البورتوغر يعني الماتش تقريبا نسبة متقاربة نحن 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 37% و 47% في واسط الميدان إذن هذه المقابلة كانت تفتيجة واحد وهذا و هو نتيجة المقابلة بيت بكري فرنسا وعند فرنسا مهاجمين و بوفل أين مدمر غريزمان عباء و الأن اه الداخل ايضا ايضا هكذا الناس لكنني انا ايضا الان شهر 16 تير ايضا 50 ميات الان شهر ايضا المجد و لهذا المجد كان الان شهر و الان شهر كان الان شهر ايضا السنة الان غير بريطانيا ومنسى شعب ثاني البنالتي اللي ضيعوا ضيعتوا الانجليز في الخارة خرجهم المقابلة الفوت كانو كوتة فرانس الكارت جونة كانو كوتة فرانس مادام كانت تكون مدافعة لكي يكونوا من عند الجهة ديال للخصم هنا قلقوا ثلاثة وجوج من جهة فرنسا الأوكازيون منكي يجوج من الجهة ديال إنكلترا والبوتو كانوا واحد مع قلش كوني كنتينها البوتو ما تشفرش غين الشوطة الأول الشوطة الثانية تفرشت الأخرى تقربوا يسايروا كما دونك نوقيت شعق البوتو شنو كانو مخاع بون بون كانو خمسمية وثلاثة مجرية في الفرنسا في الإنجليز بينما كانو تقاربا 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 بحال بحال هنا هذا مزيان هذه المسبة لتصدقى للقورة مزيان مزيان يضيعون الكوار إننا وعلى المغرب هنا تشوف النسخة طابقة الأصل من المخابل المغرب سوف نضيع الكوار تصدقى مع بورتوغال و لكننا كنا أفكاس وخضينا الكوار يعني كنت أعطيق الكوار الخاصة و ليس أعود إلى فزارة ونحن نأخذ حتى الـ 50 ثانية حتى نأخذ القوار أتمنى أنهم يضيعون القوار هذا القوار يضيعون القوار وهذا ما الذي تخطره وهذا ما الذي تخطره وهذا ما الذي تخطره إذا كانت تقضينا فرنسا لأن الأرقام ستكون في حال هذا وأتمنى أن يكون لدينا نسبة يكون لدينا نسبة أعرف أنه لا يكون لدينا نسبة لدينا نسبة لدينا نسبة لدينا نسبة لدينا ولكن كانت منها ومبابي ومبابي وضمانية شاومينا في 11 دقائق مبعيد ولكن القوار من الإنجليز قصير لو كان بونو كان يشدها وهذا القوار وهذا الخدر من مباشرة وكانت سكلا فرغم الأنجلي بشكل قصير وغير ولكن هذا مباشرة حدث عن المتخب المغربي اللي اللي عنهم مقابلة التاريخ مقابلة النتيجة الإيجابية في كل تلك الحالاتنا لم نكن نتعلم شيء كبير كنت نتعلم أنها تكون مقابلة للتاريخ فقط خسرنا وربحنا بحال بحال لكن الأهم هو أننا نصنع للمرتبة الأربع أحسن فرق في العالم لم نكن نتظرها ونحن نتظرها و الآن هي حقيقة و ليس حول و كما كان إلا ما قدرنا نربحوا فرنسة سوف نرى قلبه على الثلاثين نكونوا ثالثين لا نكونوا ثالثين نكونوا الرابعين في العالم وهذا في حال ذاته إنجاز ولكن لا نريد أن نقوم بحالة نريد أن نقوم بحالة و بعد ذلك يمكن أن نقوم بحالة أخرى و نريكوبره في أقرب وقت ممكن إن شاء الله إلى اللقاء في فيديو قادم و نتلقى و نحن فرحاني إن شاء الله